السلام عليكم ورحمة الله سنتحدث في هذا الدرس عن Automated UI Testing إذن ما معنى Automated UI Testing؟ بمعنى هو فحص للنافذات بشكل مبرمد ليش؟ بشكل يدوي أنا عندما إذا أبحث النافذة بشكل يدوي أعمل أساني مثالي أفحصها للتطبيق المابس أفتحها بشكل يدوي أذهب هنا ألاوز يعني أفعل بعض الأمور التي تفحص أفحص بها من خلالها الUI أريد أعمل أي شيء أنا أريده هذا يسمى فحص يدوي ليس Automated هذه يسمى Manual لما إذا أبحث Automated هذه العملية أديها بشكل برمجي أستخدم Automated Tool الموجودة في الـ Xcode طبعا Automated يفيدنا كثيرا في معرفة إذاعة التطبيق الخاص بنا كيف يجري التنقل بين النوافذ بشكل مبرمج نسبة الخطاعة تكون عندنا صفر فهذا مفيد جدا فالذي سوف أبحث الآن هو برنامج عالم الطبخ هذا الكود الخاص بي مرتبط بي يجب أن دماء بحص التطبيق يكون مرتبط بي أنا عاملة لكن أوكي أنا هالتطبيق أنا عاملة إذا أفحصها فحتى أفحصها كل الذي أفعله في الـ Xcode أذهب من هنا أقول لا Instronomies من Tools أختار Instronomies وأختار Automated Tool Automated يفتح لي هذه النافذة تمكنني من إجراء فحص Automated يعني فحص مبرمج أوكي أفتحها بهذا الشكل أرتبه بشكل نافذة إذا أضعها وهذه الأميلة إذا أفحصها أنا حتى أبدأ بعمل الفحص العملية بسيطة لديه Secret وحدة الآن لو ترى هنا في Scripts أنا ديه Secret وحدة إليه NoScript ممكن أضيف أكثر من Script من هنا أنا ديه Secret وحدة أعمل عليها فقط فيه هذا الكود الذي بمعنى أبدأ من هذا أبدأ من النافذة الأساسية الكودات الأيس لست أنا أمن أكتبها مجرد أعمل Record وأبدأ بإجراء عملية الفحص لأنه أوكي حتى أبدأ بالفحص أنا أظهرت هذه الواجهة الأساسية للتطبيق أنا حتى أبدأ بالفحص أسأل مثال أيدا أذهب إلى هذه المينيو أشوف أي شي ظهر لي أنظر أي شي ضغطت وتلقائيا سجل العملية التي أنا أديتها أسأل مثال أرجع Back إلى النافذة سجل أنه ضغطت زر Back من هنا أي شي أعمل مع هذا الأمر هو يسجل لي كل شيء أنا فقط أكتفي بهذه الأمور البسيطة وأقول له Stop الآن أوكي لديه Secret جاهزة فقط أضغط Click Write وأقول لـ Flatless Regression حتى يحاوليها لشكل مفهوم فأضحى السكريبت يقول لك أنت وشي في تحته أنه بضغط الزر بوتن اسمها Bookmark اللي هاي تسمى Bookmark المفروض بشكلها أنظر ثم بعد ما أنتقت هناك أعدلت Left Button أنا حتى أعيد تنفيذ العملية التي عملتها لكن بشكل مبرمج فقط أقول لها ران عندما أقول لها ران أنظر عادي نفس العملية دينا عملتها بشكل مبرمج لكن أعدد حولها هذه إلى Testing Cases فقط هنا أكتب UI Allogar Start Look وثم أقول ليش عسي المثال Test Main Main Menu يعني فحص المينيو الأساسية الآن عندما أعمل لها ران مرة أخرى إيش أرى أرى أن وضعيها بشكل Test Main Menu انظر ضع ليها كلها تحت هذا الاسم لكن لو ترى أنه قال لي Ashes يعني ماكو End لجب أن عندما أنهي عمليتي أقول له أوكي لما أقول لها تست نجح أو أقول لها تست فيل حتى حالة مشكلة ومجرد في نهاية السكريبت أوكي عندما نجحت عسي مثلا هاي العملية فقط أقول لها Luke.Pass يعني مرت بنجاح I got sexiest الرسالة إذا أعرضها يعني مجرد في نهاية السكريبت أعود هنا من الهوم وتأكد أنه نفذ نفس العامية مرة أخرى ونظر Start, Take, Spass لو جيت فتحتها هنا ترى أنه إيش أرى أنه نفذها هذه ثم نفذها ثم نفذها ثم قال لك Spass نجحت أنا ممكن أتبع عن العمليات على سبيل المثال هو عندما يذهب إلى تلك المينيو اللي هي أين هو ولي أذهب إلى المينيو هذه أعمل لها بعض Delay يبقى عني فترة لا يعود لي مباشرة ألقى يقول لها Target.Delay أبقى لي بعض الفترة على سبيل المثال Point 9 أبقالي في تلك النافذة فالآن وجيت نفذت مرة أخرى ترى أنه يبقى لك فترة ثم يعود الآن أيضا أممكن أعمل رسالة للفشل على سبيل أقول لها إذا أعمل وصل هنا أقول لها Fail فشل فقل له أوكي أقول لها Fail Can't Note أو أي شيء قبل F 4 أي شيء فتعي تنفيذها فيعرض لي أوكي يعرضي الرسالة ويعرض لي Fail وجيت هنا Test Cases أنظر أمامها كلمة Fail وجيت هنا وقفت يعرضي حتى الصورة في مكان Fail وجيت هنا أضعها أنظر يقول لك Fail في هذه النافذة حصل فأنت تفهم أنه أوكي هنا في هذه النافذة حصل عندي Fail فتعرف سبب Fail اللي صار لك إذن هذه البساطة كيف نعمل Start كيف نعمل Fail كيف نعمل Success طبعا التأكيد عسينا تستطيع أن تعمل الكثير من الأمور عسينا مثال تتحقق ما هو النص الموجود هنا إذا عسينا مثال أقول لعسي مثال Verb T يساوي نتارجت وتتحقق وتقول لأ أوكي F T dot name يساوي باقي أو أي شي وتنفذ العميات الأنت تريدها يعني أي شي أنت تعمل لكن نحن أردنا نفضح الكي بساطة كيف تعمل يبقى هذا JavaScript حتى نكون هنا هاد درس أتمنى أن تكون استفلت منه شكرا للمشاهدة المتابعة وتنسى أن تعمل لايك وسبسكرا بالقناة